اشتركوا في القناة هذا كل ما نقول قادي غير مستقلي نجم في أي لحظة يلقى روحه معفى من مهمه باعتبار أنه ما نفذش تعليمات معينة اليساير اليوم النجم نعتبره معركة القوضات مع السلطة التنفيذية؟ كيفاش سمعني؟ اليساير اليوم نعتبره معركة القوضات مع السلطة التنفيذية؟ بالعكس احنا معنا حتى مشكل مع السلطة التنفيذية والعارك مع السلطة التنفيذية احنا قلتها قليلة في ناتسوح فيه انه معركة قانونية بحتة ماهيش ماركة سياسية القوذات عمر ما كان عنا معناها علاقة بالسياسة صحيح يكون عنا معناها وعي سياسي لكن ما ندخلوش في صراعات سياسية ونأكد عليها راهوا ما نحبش يقع استثمار اضراب القوذات سياسية ونحن بدنا ما نستثمروش الصراعات السياسية الموجودة لانك على الصح عركتنا ماهيش سياسية ومعنا حتى مشكلة مع رئيس الجمهورية بالعكس نحترموا السلطة التنفيذينا نحترموا رئيس الجمهورية لكن احنا نحبوا مبلغوا صوتنا القيناة لقاول السيدة القوذات انه الاضراب هو الوسيلة الوحيدة للدفاع عن حقوقهم هل هناك حل وسط بين رئيس الجمهورية والهيكل الممثل للقوذات لانه المتضرر الاكبر اليوم هو المواطن البسيط بطبيعة الحال بالنسبة لنا كهيكل الممثلة التنسيقية فاننا لم نعلق العمل لمدة اسبوع لتلك الغاية في حد ذاتها نحن شعارين بالاشكال اللي وقعوا فيها كل مكونات الدولة دية بعتبروا انه العمل القضائي مهم جدا حتى في حياة يومية انما تم الاضطرار الى هذه الاجراءات وبذلك فاننا نحب نمروا للمرحلة اللي بعدها وهي انه السلطة التنفيذية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية يمددوا ويتعامل معنا بطبيعة الحال المطالب امتعنا كانت واضحة في الندوة الصحفية هي الغاء امر الاعفاء بصفة اولى ولكن كذلك باش ما يقعدش مصلت علينا تنقيح الفصل العشرين من المرسون فانه كذلك التراجع عن هذا التنقيح واعادة الاختصاص الحصري الى مجلس اعلى المؤقت القضاء اللي هو ارسيه باش على الاقل يتم توفير الضمانات الكافية للقضاء الحلول الوسطى نحن مدينا يدينا ولكن يجبع للسلطة التنفيذية انها ترد الفعل وتمديدها كذلك يعني اللي ساير اليوم النجم ونقولوا عليه معركة القضاء مع السلطة التنفيذية ما نحبوش المعركة هي تم اجبان على الدخول في المعركة هذه لكن نحن ما كناش نختاره في معركة مع السلطة التنفيذية كل ما يهمنا هو البحث عن استقلالية القضاء التنسي انما اذا السلطة التنفيذية باش تحاول اني تطوع او تركع القضاء بتبعية الحال الهيك الممثلة القضاءة ومن ورائها كافة القضاءة عدليين اديرين ماليين ما نشبش نسكتو ذلك في مصلحة القضاءة ولكن كذلك في مصلحة المواطن بدرجة اولى والله المتقاضي صحيح عنده الحق انه يعبر على انتعاضه من اللي ساير احنا نحب نقوله للمتقاضي راي الحرب هذي ليهيش حرب من اجلنا نحن كقضاء هذي حرب من اجل استقلالية القضاء ككل اللي هي ضامانة للمتقاضي قبل ما تكون ضامانة لنا احنا اليوم ما عاش نجمه نخدمه يا متقاضي راينا ما عاش نجمه نخدمه في ظل هذه الظروف تحت التهديد وتحت الضغط تهديد بقالية الاعفاء في اي وقت القاضي بش يحكم في دوسي ما عاش نجم يحكم القاضي اليوم ما عاش نجم يحكم في حتى دوسي خاصة دوسية الحساسة كما احنا في القضاء الاداري اللي متعهدين بالمرسيم وبالاوامر وبالقرارات وبكذلك بالقرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاء وبالتأديب وبالاعفاء اليوم بالحق ما عاش نجمه نخدمه في ظروف كما هذية على هذا نحبه ان المتقاضي يتفهم هذه الوضعية ويكون معانا يكون معانا ضد الظلم هذا والمجرى هذا راه القاضي ما عاش يتمتع بضمانات المواطن بضمانات المواطن والحق في الدفاع والحق في الطعن حتى الطعن يعني تم تسكر علينا الطعن في الواحد رانا نحن ما نش ندفع فقط عن زملائنا المعفيين ندفع على كرامتنا وندفع على استقلاليتنا وندفع أكثر على المتقاضي اليوم القاضي ما عاش حاس بالأمان؟ ما عاش حاس بالأمان اليوم القاضي ولا يمشي في الشارع خايف حتى بش يتعارك مع أي شخص ما عاش نجم ما عاش نجم الحدود الحرية متاعه حتى الحدود الحرية متاعه تمسط اليوم القاضي معاشي ناجم يحكم كما قلت معاشي ناجم يفصل في حتى ملف لأنه كل يوم يخاف لغدوة وإلا في الليل تخرج قايمة في أعفاءه حتى بدون سبب ولا بناء على تقارير أمنية الناجم يستمر الإضراب؟ الناجم يستمر الإضراب بطبيعة الحال ومعنى يظهر خيار آخر ونعتذر مرة أخرى للمتقاضين راه معنى خيار آخر ما نكون واضحين؟ الأعفاء كما باينت قبيلة قلت روه هو قاع إخراجه من سياقه القانوني اللي هو أصله معناها يكون كإجراء لأسباب صحية يعني إنسان عارش قلوحنا يخدم نجار يدو تتقس اللطف من عارش شوفر ساقي تتقس يعني يولي غير سالها للعمل لديك يقاع أعفاءه معه إسناده معناه أجر ستة أشهر هو ما فيه شعني ضمنات قانونية أنا وقت اللي كنجين خرج الأعفاء من سياقه هذي اللي هو لأسباب صحية والرد معناها يتعلق بأخطاء مهنية في إطار العمل وقت اللي الأخطاء المهنية فما معناها مجلس تأديب وفما وقوبات تأديبية هنا سؤال يطرح عليش خرجناه من سياقه معناها أنا عطيت تكاير روحي سلاحية في عدم تمتيع المعنى بالأمر أو الذي سلط عليه قرار الأعفاء بشي يتمتع بك الضمنة القانونية اللي هي أولا كما قلتنا في مقارنة البراءة حقه في أنه تقع مواجهته بما نسب إليه وحقه في الدفاع عن نفسه أحنا بالأعفاء هذية لا ينجم الواحد يعرف شنو اللي تنسبله ولا ينجمي وجهه معناها شنو اللي يصار بالضبط ولا يتمتع معناها كحة بحق الدفاع تقعون فيش شوف هو بالنسبة بالنسبة للإجراءات المنصوصة عليها بالمرسومة هذية يقول لك ما ينجم القادي المعفى ما يمارس معناها حقه في التظلم إلا بعد صدور حكم جزائي بات معناها أقعد استنى سنوات الله يعني الأعفاء يعني ما نسب إلى القضاءات اللي معناها لتوا ما يعرفوش معنى أبار العشرة اللي ملفتهم تعدت على التفاقدية الباقي ما يعرفوش ما نسب إليهم وقعت فئة سبغة الجزائية على أفعالهم مباشرة يعني توثار ضدهم الدعوة العمومية هنا عن أي تظلم أنا نحكي شو تظلم معناها وانتم تعرفوا يعني المسار اللي تاخدوا القادي الجزائي في تونس بحث أول نيابة عمومية تحقيق دائرة التهم دائرة جنائية على فرض معناه لو كان أنه معناه ما نصب إلى القادي تشكل منه يعني فعل جنائي فهمتني وهلو مجال يعني تقعد سنوات الله وهذا أمر غير معقول أحنا يعني كما قلت أكد شوف هو راه الاقتطاع من أجر القوذات راه هذي كجابيه قانون محسب العمومية هذي قانون نافذ وحنا نعرف ما نفتكي وقع قرار الأذراب معناه شنو اللي نجم يتم يعني هذي أجراء القانون يعني نحن مجبشون جون قولوا لاها ما تقتطعش ومعناه هذا التفعيل هو للقانون فهمتني هذي كما قال سيد رايز جمعي يعني ملقناش حتى حل يعني أنه يعني معناه ما يقع إقرار الأذراب من طرف القوذات وإحنا بريتو كما قلت لكم هذي يراه إرادة قوذات مايش إرادة هياكل فقط الهياكل هي أطرت واخذيت على عاتقها الأعلان عن الأذراب هذي وتأثيره القوذات الكل أجمعت بمختلف أسناف وانتميعتها لهيكلية على إقرار الأذراب هذي ميسين في خطوة التسعيدية إلى حد الآن نشوف من الزال الأذراب موفاش دونك ما نعرفوش التفاعل كيفاش بشيتن وأكيد معناه تنسيقي بالشتجتمع دونك ماعناه هذي بنسبة لنا حاليا قرار أو سؤال سبق لأوان دونك ما نعرفوه هذي بنسبة للمحاسبة كل من ارتكب خطأ يمكن أن يوصف بخطأ جزائي أو تأديبي راهوا يحاسبوا لكن أحنا مشكلتنا راهوا يلزم يقع فتح الملفات كما قلت لكم يلزم وحاسبة تبقى إجراءات قانونية راهوا فما مبدأ اسم مبدأ المساواة أمام القانون هذا المبدأ قررته جميع الموافق المعاهدات الدولية هذا من أهم حقوق الإنسان أنك تكون تتمتع بقارينة البراءة وحقك في محاكمة عادلة بالنسبة لنا أحنا كما قلت ونأكد عليها راهوا الحركة ذي متاع القوذات أو الإضراب الذي أعلن عنه راهوا خارج كل إطار سياسي